موسيقى موسيقى للمرة الثانية يؤكد تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن تآكل سلطة الشرعية في المناطق التي يفترض أنها تحت سيطرتها السبب يعود بشكل رئيسي للدور الذي يلعبه التحالف هنا موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى فضاحر يقول التقرير النهائي المقدم لمجلس الأمن إن تعاضم سلطات منافسة للسلطة الشرعية يدعمها التحالف جعلت من ممارسة الحكومة لسلطاتها أمرا صعبا في التقرير عاد الخبراء ليؤكد أن العدام وجود مصالح مشتركة داخل التحالف ضد جماعة الحوثي يفاقم تقسيم البلد ويجعل من استعادة سلطة الحكومة على جميع أرجاء اليمن بعيد المنال تأكيدان يرى البعض أنهما يلخصان دور التحالف في اليمن بعد أربعة أعوام من الحرب يؤكد هؤلاء أن مهمة التحالف لم تعد هي ذاتها التي حملها ذات التحالف كشعار لتدخله في البلد بل إن تلك المهمة لم يعد لها وجود بقدر ما تحول الأمر إلى سباق بين الدولتين الرئيستين في التحالف وهم السعودية والإمارات للبحث عن مصالحهما في البلاد التي أصبحت مقسمة وفقا لخطوط طول المصالح والأطمع الإقليمية طرف آخر يؤكد أن كل تلك الإشكالات التي يشير إليها التقرير تدين الحكومة وأداءها أكثر مما تدين التحالف يقول هؤلاء إن التحالف لم ينتج هذه المشاكل بل إنها كانت قائمة قبل أن يأتي وما يزيدها السفحالا هو أداء الحكومة السيء وركونها على الدعم الخارجي كيف تغيرت مهمة التحالف؟ ما تابعات هذا التغيير؟ ولماذا لم نرى أي معالجات من قبل التحالف لهذه الإشكالات رغم ورودها في التقرير السابق؟ للنقاش سيكون معنا من الرياض الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان والمحلل السياسي عبدالهادي العز عزي من تعز أرحب بكم ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك أبدأ معك سيد القبيبان إذن تأكيد آخر على تآكل سلطة الشرعية وعدم جدية التحالف في مواجهة ميليشيات الحوثي كما يفهم من التقرير ما الذي بقي من مهمة التحالف في اليمن؟ أهلا وسهلا في تعزيز الفاضل وحيييك وحيييك أستاذ المشاهدين والذيك الكريم أهلا بك والله أنا أعتقد أن التقرير أنا سوف أذهب مع الجزء الثاني من التقرير فيما يخص الوضع الحالي في اليمن وأن هذه المشكلة قديمة وليست جديدة فيما يخص الوضع في الجنوب ودائما وابدا يستبدع الأخوة في الجنوب بالانتصال واتجاه كدولة منفصلة عن اليمن الشمالي وهذا ما نكون في واقع القراءة والأربع سنوات الماضية لمسنا هذا الشيء حتى ولو أنه لا يناقش في بعض القنوات الإعلامية ولكن أنا من رؤية الشخصية أن هذا الأمر فيه مبالغة أكثر من اللازم يعني تقريران متتاليان سيد القبيبان لفريق الخبراء الداعم للجنة الجزاء في مجلس الأمن يؤكد على تأكل سلطة الشرعية ويقول أن هناك قوات مدعومة من التحالف تعمل خارج إطار السلطة الشرعية هذا بالنسبة لك أمر غير كافي أو غير حقيقي أثمين هو أنا أقول لك أن هذا الأمر فيه مبالغة نحن نتحدث على وضع مختلف في اليمن يعني أرجو أنك التقارير قد لا تعكس الواقع وقد تعكس الواقع ولكن خلينا نحن مما نرى مما نرى من دول التحالف ومحاولة منها لعادة الشرعية في اليمن وليضم جراح اليمن والمضي قدما إلى أن تعود الدولة اليمنية دولة مستقرة ومن هناك يعني قد يذهب الرئيس أخامة الرئيس بعد ذلك إلى الحلول التي يراها هي المناسبة ولكن حالياً لا يجب أن نأخذ بهذه التقارير لأن الواقع والميدان وما نراه في اليمن الجنوبي في العديد من المناطق المحررة بأن هذا الكلام ليس فيه أي شيء من الصحة أي نعم أن هناك يعني نوعاً من الخروقات ونوعاً من التقصير قد يكون من جانب الحكومة اليمنية قد يكون من التحالف في بعض لم نمت الجروح لأن اليمن بتركيبتها هناك فيه اختلافات واختلافات واضحة ولكن نأخذ نحن الآن في وضع حرب فنحن يجب أن نتكلم يعني لعلق قصد المحافظات الجنوبية لم تقصد اليمن الجنوبي أعود وأطرح نفس السؤال إلى لا معلش بس خلي أكمل نقطتي أنا كنت أريد أن أتكلم على أن تفضل الوضع الآن آسف يعني المقاطعة الوضع الآن في حرب الصورة ليست واضحة حتى في بعض المناطق المحررة والتي لن يصل إليها الحوتي الوضع فيها مختلف قليلا لأنه هناك دولة دولة مسلوبة دولة اختطفت دولة السلاح الآن بيد الخصم فكتاب التقرير بصورة نهائية وتقديمة للمجتمع الدولي بأن هذا الوضع الحاصل أنا أعتقد هذا في نوع من المبالغة ولا يجب أن نركب لهذا التقرير لأنه في مؤشرات أخرى تؤكد غير ذلك سنعود لهذه المؤشرات سيادة اليواء سنعود إلى هذه المؤشرات لكن دعني أسمع رأي ضيف الآخر وأسأله ذات السؤال تأكيد إذن آخر كما يقول تقرير فريق الخبراء تابع لمجلس الأمن على تآكل سلطة الشرعية وكما يفهم منه عدم جدية للتحالف في مواجهة ميليشيات الحوثي برأيك أستاذ عبدالهادي ما الذي بقي من مهمة التحالف في اليمن؟ أهلا بك أخي وأهلا بضيفك وبالضيوف الكرام عموما هناك فعلا إشكالية قائمة هذه الإشكالية الأولى هي إشكالية الحرب التي فرضتها الميليشيات وأطاحت بالدولة وسلطة هذه الدولة الذي قال التقرير أنها تآكلت أساسا لم تعد سلطة الدولة بالدرجة الكبيرة لنقول أنها تآكلت وتراجعت إلى الخلف سلطة الدولة لا زالت خقولة مختزة سلطة الدولة في المحافظات سقطت بفعل عملية فكرية إدولوجية طويلة الأمد عدت إلى اهتزاز فيما نسميها الهوية الوطنية اليمنية ومع هذا أربع سنوات لم تعمل الحقومة سنوات اليمنية المتلاحقة التي شهدناها وهذه هي الحكومة الثالثة منذ أن انفقرت الحرب هذه الحكومة الثالثة منذ أن انفقرت الحرب بشكل عام وبالتالي الحديث على أن السلطة اليمنية كانت قد بسطت سيطرتها على هذه المناطق ليست بتلك العملية الحقيقية بشكل عام إذن السلطة اليمنية ما زالت في طور البناء وإعادة البناء ولكن الخطوات التي تتم تتم بطيئة جدا بطيئة في بعض المناطق ربما لا تتحرق بشكل كبير هناك ضعف في الإيرادة في الموارد والدعم العام وهناك ضعفا أساسيا في خطة الحكومة لإعادة التموضع وإعادة مؤسسات الدولة هناك إرباكا كبير بين السلطة المحلية والسلطة المركزية أعتقد أن قسما كبيرا من هذا الإشكال كان سببه هو غياب السلطة الشرعية للمؤسستين العامتين السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة والرئاسة وكذلك سلطة البرلمان كلاهما خارج الأم إلى درجة أننا ظلينا ثلاث سنوات بدون نزار الدفاع أين التحالف من كل ذلك أستاذ عبدالهادي أعتقد أن التحالف الذي يتشكل من أجل أن يساعدك إذا لم تكن لديك مسوقا خاناتا للمساعدة ومنطقة مركزية لتلقي هذه المساعدات واستعدادا لتوقيها فإن هذه المساعدات قد تتحول أحيانا إلى أدوات إرباك توجهت قسم كبير من هذه المساعدات إلى سلطة محلية في المحافظات الجنوبية تم تشكيلها من أشخاص لهم وجهة نظر مختلفة يتغالبون باستقرار البلد باستقلال المحافظات الجنوبية عن هذه السلطة تم تمكين هؤلاء تسليمهم أدوات تسليمهم أدوات عسكرية ومدنية وموازنات وأصبح هؤلاء يتحرقون على الأرض على أنهم سلطة الأمر الواقع لدولة هي ما زالت قياداتها بشكل عام لم تطاع الأرض بالشكل المطلوب سواء منذ مضطعة أشهر منذ تعيين الدكتور معين عبد الملك رئيسا للوزراء هو أول رئيس وزراء ينزل على الأرض وتنزل وزاراته على الأرض وتحتق بالناس وهي فترة بسيطة جدا لكن بالمقابل هناك جماعات مع الأسف الشديد أصبح دعم التحالف العربية لها في إنجاز مهمة التحرير في بعض المناطق التي كانت هي بها اعتبرت نفسها صاحبة الحق استولت على هذه المأماكن وأصبحت هي من ترى نفسها بفعل قوة السلاح والإمكانيات أنها هي السلطة ولا سلطة غيرها وهي تعتبر السلطة الآن السلطة الشرعية اليمنية يوم الثلاثة في فقامة الآخر رئيس عبد الرب منصور هذه سلطة اسمية أو شكلية لكنهم السلطة على الأرض بفعل هذه الإمكانيات وباسم القمهورية اليمنية وبعلم آخر لقمهورية كانت قيادتها قد كتبت نهايتها في عام 1990 باسمه عالم وطني لقمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية يرفع في هذه المناطق وباسم سلطة أساساً هذه السلطة هي القمهورية اليمنية وهناك من يبحث عن القنوب العربي براية القمهورية اليمن الديمقراطية وتحت سيادة الجمهورية اليمنية عملية غير واضحة عملية بادية من الناحية السياسية وشكلية كارير وضحت هذه النقطة سيد عبد الهادي وضحت هذه النقطة يعني أنتقل إلى ضيفي الآخر سيد القبيبان يعني سيد القبيبان بحسب سيدة لواء بحسب تقرير الخبراء الأمميين التحالف يعني يقول التقرير ليس جاد في القضاء على جماعة الحوثي كما أنه يعمل على دعم قوة تعمل على تقويد سلطات الحكومة في المناطق المحررة ألا يعني هذا فعليا أن مهمة التحالف في اليمن تغيرت تحولت تبدلت واختلفت تماما عن الشعارات التي رفعت في البداية لا أنا ما أوافق ولا أوافق الذي ذكر الأخوان في التقرير لأنه يعني نحن ننظر من الصورة بشكل عام وننظر للمشهد وننظر ماذا يحدث يجب أن لا تنسى ما يحدث الآن في الصراع في منطقة الحديدة أو في مدينة الحديدة أو في محافظة الحديدة هو كان له دور كبير في التأثير على مسيرة الحرب أكملها يعني نحن على عدد كيلومترات بسيطة قبل أسابيع قليلة من تحرير الحديدة وميناءها ولكن ماذا حدث خرج هناك السيد جريفت وبيه مقترحات وتماشى معها فخامة الرئيس وأوفد الوفد إلى السويد لكن التسريبات تقول سيادة اللواء التسريبات تقول على أن هناك ضغط من التحالف العربي تحديد من السعودية والإمارات على الحكومة الشرعية للقبول بما حدث في السويد وإلا هناك أعضاء من الوفد الحكومي اليمني قالوا أنهم لم يكنوا راضيين على مخرجات اتفاق ستوك هون نحن في الأول والأخير يجب أن يكون لنا مرجعية في هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام أحد أعضاء الوفد الحكومي ليس كلامي بطبيعة الحال لماذا ذهب إلا أن هناك توجيهات عليا من فخامة الرئيس فخامة الرئيس هو الشخص الذي له الحق في مثل هذا الكلام عندما يقول أن ضغط التحالف أو ضغط التحالف على الحكومة اليمنية للذهاب إلى هناك أنا أعتقد أن هذا كلام عاري من الصحة أنا أرى شخصيا أن هذا تفهم للوضع الحالي الإنساني في اليمن ويجب التماشي مع الفكر المجتمع الدولي حتى تعطى الفرصة أكثر للسلام ويعطى فرصة أكثر للحيوثي لعله وعسى أن يكون أن يحكم الدماء وما أعتقد أنه الذهاب إلى السويد سوف يأوقف المعارك في بعض الجبهات يعني نحن لو نرى جبهات فعدة بعض الأحيان يكون هناك تحركات عسكرية البيضاء لبعض الأماث حتى القوات الأمريكية تتدخل لمطاردة بعض أفراد القاعدة في بعض المناطق الذين يتواجد بها من أفراد القاعدة لذلك هذا الكلام نعتقد أنه عارم من الصحة طيب يعني كلام عضو الوفد الحكومي عارم من الصحة كلام لجنة أو فريق الخبراء المشكل من مجلس الأمن المكوّم من خبراء الذي رفع تقريره إلى لجنة الجزاء في الأمم المتحدة التي شكلها في مجلس الأمن أيضا تراه غير واقعي والكلام الذي تتفضل فيه أنت هو الواقعي لأنه لنا مرجعية بهذا الشيء لنا ما يتحدث به فخامة الرئيس ولنا ما يتحدث به مع الوزير الخارجية هؤلاء الأشخاص أي نعم الوفد المرافق ووفد رسمي ولكن الوفد الرسمي أنت على قناتك هذه طلع عديد من الوزراء انتقدوا التحالف وكان هذا رأيهم الشخص ولم يمثل للحكومة وحتى الحكومة يعني في وقت اللاحق اتخذت بعض الإجراءات مع بعض الأخوان وأنا دائما وأبدا أقول لك أن الأستاذ عبد العزيز جبارة أو جبارة أو حد زي كده تحدث في هذا الموضوع وأشهب فيه على قناتكم وعلى العديد من القنوات كيفية أن بعض أفراد الحكومة لا توافق الحكومة في مرئياتها ولكن هناك احترام لفقام طيب لكلام الإنشاء دعني أنقل هذه نقطة إلى سيد عبدالهادي العزعزي كيف ترى المسألة أنت سيد عبدالهادي برأيك هل فعلا يجب أن نأخذ بمرجعية التصريحات السياسية للرئيس عبدالربي منصور هادي ونترك تقرير فريق الخبراء الذي أعطى تفاصيل فنية على كل ما يحدث تقريبا في الأراضي اليمنية من عمليات سواء عمليات عسكرية على الأرض ربما وكذلك عمليات إيراد الأسلحة وتمويل الميليشيات في اليمن ونتركه هذا الكلام كل جانبا ونركز على التصريحات التوافقية التي تدعم التحالف العربي من قبل رئيس عبدالربي ربما قد لا اتفق كثيرا مع ما ذهب إليه الكلام لكن ما يطرحه المحلل العسكري يبدو ظاهره أن هناك اختلافات كبيرة داخل بنية السلطة اليمنية ممثلة في كل من مؤسستي الرئاسة والحكومة والوفود التي تشكلها الحكومة للتفاوضات وكان سبق للأخ رئيس الجمهورية أن منع الحكومة ومنع أعضاءها من التدول في مسألة العلاقات الخارجية وعلاقات الحكومة مع التحالف وهذا أيضا مؤشرا على هذا الموصوف بعدم الاتفاق بين الأطراف لكن ما ورد في تقرير التحالف فيه في بعض الأماكن نقصا كبير وفيه في بعض البناطق مبالغة كبيرة وفيها في بعض الأحيان نقلا لوجهات نظر لأطراف داخل الشرعية ومؤيدة للشرعية فعلا هناك حالة من الإرباق تتحمل مؤسسة الرئاسة اليمنية المسؤولية الكاملة عنها وعن الحكومة بما معناه أن تغييب غرفة العمليات المشتركة هي السبب الرئيس الذي أدى إلى تقاوزات من بعض دول التحالف في العمل بالذات في المحافظات الجنوبية وهذا الطرف معروفا ربما لا زالت إلى اليوم أطرافا خلفها ميليشيات عسكرية تتكون من مئات الأطقم والسيارات المدرعة وهي حالة لوجود دولة داخل الدولة وكأننا في بيروت وكأننا في الوضع اللبناني في فترة الكتائب هذا ما يشاهد في المحافظات الجنوبية هناك معسكرات تتبع الرئاسة والمنطقة العسكرية الرابعة وهناك قوات كنا استبشرنا خيرا أن الأخوز الداخلية أكثر من مرة وهناك إجراءات لتسليم الأحزمة الأمنية ولتسليم هذه القوات إلى وزارة الداخلية وأن هذا الملف سوف يتم حل قبل الكثير من التصريحات الحكومية تأتي شخصية يعني هؤلاء يصرح فقط لأنهم أرادوا التصريح بهذا الشكل وكلامهم ليس محسوب على الحكومة كيف ترى هذه النقطة أعتقد في المسألة الدبلوماسية قد يصرح الإنسان الذي لا يمثل مؤسسة أو هيئة إطراقا لكن من يسمد إليه منصبا سياسيا هنا فقد المسألة الشخصية تماما وأصبح يصرح بإسم المنصب الذي ينتمي إليه حين يصرح وفدا من العضو المفاوض في السويد وهو محسوب على الحكومة اليمنية وكلامه هو مسؤول عنه الحكومة ملجمة إذ أن هذه القيهات عادة ما تكون الحكومات لها ناطقا رسميا أو لا يجوز تفويض أو يحتكر الملف لدى الرئاسة وهي من تشكل الوفدة وتحدد ناطقه الرسمي والمفاوض الوفدة كان فيه مدير مكتب رئيس الجمهورية وعددا من الوزراء ووفدا مرافقا عرام وبالتالي هذا الوفد تم بإسم الرئاسة فقلع وعضوا فيه ملزمون جميعا بكل من الشخصين مدير مكتب الرئاسة ووزير الخارجية هذان الشخصين ملزومون بكل تصريح وكل جملة يقولون لكن هناك إشكالا فعلا حقيقيا يجب أن يعاد انتظام العلاقة بين التحالف العربي والسلطة اليمنية لإعادة ضبط هذه المسألة اليوم يجري إدانة كل من التحالف العربي والسلطة اليمنية في المقال الدولي بقضايا كثيرة قضايا تخص الإرهاق قضايا تخص حقوق الإنسان قضايا تخص بعيشة المواطنين الرواتب عشرات من القضايا أخاف عن جتم تجميعها لتتحول ملفات تدين الإخوة في التحالف العربي وتدين السلطة اليمنية والسبب الرئيسي هو غياب التنسيق الكامل غياب غرفة العمليات غرفة مشتركة لإدارة العمليات وضحت هذه النقطة سيد العزي على الجميع أن يعين لو سمحت على الجميع أن يعين شيئا مهم سواء في الإخوة في المملكة العربية السعودية أو في الإمارات أو في العالم العربي أننا نقع على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وأننا في منطقة حساسة وأننا نشكل خاصرة الأمن في شبه الجزيرة العربية وأننا على الإخوة في المملكة العربية السعودية أن يراعوا خطورة ذلك وخطورة السيكولوجية العامة للشعب اليمني هذا مجتمع مطري وبالتالي هو مزاقي متقلب المزاق وأيضا إمكانياته تستنزفه بسرعة وقد يتغير هذا المزاق تحمل هذا الشعب مشكورا 8 سنوات منذ الثورة و4 سنوات من الحرب وعلينا مراعاة هذه المسألة والتعجيل بالعمليات العسكرية لإنهاء هذا الانقلاب وإعادة المؤسسات وضحت هذه النقطة وضحت هذه النقطة سيد العزاز دعني أعود إلى سيد القبيبان سيدة لواء إذا كان هذا التقرير بهذا الشكل يفتقر إلى الوقاع كما تقول أو بعيد عن الواقع كما وصفته ربما لماذا لم يدينه التحالف لماذا لم تصدر السعودية بيانا رسميا يدين هذا التقرير يهاجم هذا التقرير كذلك الإمارات العربية المتحدة أنا أقدر أقول لك أن هناك في يعني رسائل بعث بها التحالف وآخرها في تصريح يوم أمس عندما يعني كانت هناك رسالة قوية من قبل التحالف وموجهة إلى كل من الحوثي وغير مباشرة إلى سيد مارتن غريفث لأنه لا بد أن يكون هناك ثقف لما يسمى الالتزام بما ورد في اتفاق السويد وإلا الرسائل وجهت ويتأتي في بعض الهجمات و القيام بعمليات عسكرية ضد مصانع الطائرات المسيرة بدون طيار وبعض مخازن إلى سبحة وبعض مراكز التدريب ولكنها بعيدة عن المنطقة التي تم الاتفاق عليها في السويد فالتحالف يجيب على حضرتك بهذه الرسائل وأنه إذا لم يتم الالتزام بوقت محدد وإلا سننضي قدما لكن أنت تحدث عن شيء آخر هذا الكلام يتحدث عن تعامل مارتن غريفث والحوثيين أنا أتحدث عن تقرير مجلس فريق الخبراء أمر آخر تماما هذا هو ليس أمر آخر لكن تأتي كلها هذه ضمن المشكلة الأساسية هناك مشكلة أي نعم فيما يخص خروج بعض الأخوان في المحافظات الجنوبية ببعض التصاريخ والتي واقعيا أنا أرتضها شخصيا ولكن وضع الحرب يتطلب بعض هذه الإجراءات الصارمة التي تتم في بعض الحافظات الجنوبية ومنها عزل بعض الجهات الرسمية الحكومية حتى تنتهي المسألة برمتها لأنه الآن من جيل عزلها من قبل من سيادة اللواء عزلها من قبل من عفوا يعني أنت تتحدث عن عزل بعض المسؤولين في السلطة الشرعية في الحكومة الشرعية من قبل من يكون العزل لأن أنت تتكلم عن التحالف بكاملة التحالف يقوم بدوره لتأمين والتأكد من أن الأمن هو الشيء الرئيس خاصة بعد تحرير هذه المناطق لا بد من إعادة الأمن ولا بد من فرض السلطة حتى ولو كان هناك في تجاوز وهذا التجاوز هو برمته في الصارح العام وليس كما ذكر تقريركم ويعني أنا لم أؤيد الفقرة الأولى التي تتحدث على أن هناك أطماع أنا هذه كلمات أنا أعتقد أنها لم أأخذ في هذه كلمات شعبوية ولا يجب أن ترتقي إلى أن تكون في هذه الأيام هو ليس تقريرنا هو كلام موجود عند الناس نطرحه عليكم لتردوا عليه بكل بساطة لو أخذنا لو أخذنا بكل ما وردت في التقارير التي تخرج هواء من المنظمات الحقوقية الحكومية أو غير الحكومية لو وقفنا مكاننا ودعنا ولجعلنا الأمر ينفلس عن استحالف عن الحكومة طيب أسألك سيدة دعنا بعيدا عن التقارير الشعبوية والكلمات الشعبوية في فقرة من فقرات التقرير وربما هي معلومة قد تكون لديك أو لا تكون لا أعلم يعني يشير الخبراء إلى أن القوات التي أنشأتها الإمارات هي بوضع مالي وقتالي أفضل من القوات التابعة للحكومة بداية يعني هل هذا يعني أو هل هذا ما يهدف إليه التحالف في نهاية المطاف أن تكون القوات التابعة للحكومة الشرعية أقل قدرة عسكرية أقل تسليحا أقل دعما ماليا من تلك الميليشيات التي يشكلها خارج إطار الجيش الوطني لا أعتقد أن هذا أيضا من المغالطات في التقرير لأنه كيف تتحدث بكذا وتم بناء جيش كامل بما لا يصدر عن مئات الآلاف من الأفراد وجهز تجيز كامل ودرب تدريب وزود بالمعدات الثقيلة والصواريخ البعيدة ودعم من قبل التحالف لإعادة تحرير اليمن فهذه مغالطة لأنه بناء الدولة وإعادة تدريب الجيش وإعادة تدريبها وإعادة تأهيلها هذا أمر ليس بالبسيط ولكن تتكلم لعلى أمور جزئية فيما يخص من رواكب أنها أقل أو فيما يخص بأن هناك دعم مادي لبعض الجهات التي تدعم العملية السرمية أنا أعتقد هذه مرئيات الحرب وهذا ما يجب أن تقوم به قوات التحالف حتى يتسنى الأمر ويعود إلى السلطة الشرعية اليمن يوم تم نداب بعيدا إلى ما بعد الحرب لذلك لا يجب أن يقاس بعض الأمور وتترك الأمور الجوهرية الرئيسية يعني لو تتكلم الآن أنت يعني أرجو أنك تخرج عن المحافظات الجنوبية وانظر ماذا يحدث فيه ما أريد انظر ماذا يحدث في قاعدة انظر ماذا يحدث من إعادة تأهيل لبعض الأفراج في المناطق التي هي جنوب الحقيقة والمناطق المحررة التي هي على الساحل الغربي أنا أعتقد أنه تم تأهيل الجيش وأتم دفع الرواتب ودائما وأبدا نسمع أن مركز الملك سلمان دعم الحكومة اليمنية بكذا مبلغ مليون دولار لإعطاء الرواتب سواء للمدنيين والعسكريين ولكن بعض المناطق التي أنا أراها شخصيا كرجل عسكري يجب أن يكون هناك تمايل ما بينها ولكن نهاية في ظل وجود الحرب وهذا ما تتطلب يعني يعني هي أول مرة أعلم أن مركز الملك سلمان يقدم مساعدات للجيش اليمني منك الآن سيادة اللواء طيب دعني أعود إلى سيد عبدالهادي العز عزيزي سيد عبدالهادي يعني مقابل يعني بالنظر إلى المشاكل التي يطرحها التقرير يتحدث بشكل كبير أيضا على أن المسألة لا تبدو وليدة اللحظة هذه المشاكل كانت موجودة قبل دخول أو تدخل التحالف لكن كما يفهم أو يبدو أن التحالف يتحرك في المساحة التي يعني خلت من الفاعلين خلت من تحرك الحكومة الشرعية إن صح التعبير لماذا يتم تحميل التحالف يعني تحميل التحالف كل هذه المشاكل وكأنه هو الذي ابتدعها ألا يمثل أساسا المجلس الانتقالي مثلا امتداد للقضية الجنوبية وللحراكة الجنوب السلمي في هذا الاتجاه أنا أذهب معك تماما فيما ذهبت إليه يبدو أن الحكومة أو أن السلطة الشرعية اليمنية أغرقت في مقولة السيد المسيح إذا لطمك خصمك على الخد الأيمن فأدر له خدك الأيسر وبالتالي السلطة الشرعية اليمنية هي الصامت الأكبر طوال كل الأحداث اليمنية اليوم أنتم تتكلمون ويتكلم الإعلام ويتكلم الداخل ويتكلم هيئة خبراء الأمم المتحدة المشكلة بموقع القرار 2-2-16 وليست بموقع أي من البيانات أو ما تلاه هي مشكلة بموقع القرار 2-2-16 الذي قامت على أساسي عصفة الحزم ومع هذا تكون السلطة اليمنية السلطة الشرعية بفرعيها سواء السلطة البرلمانية التي تعرف البرلمان اليمني أو السلطة الشرعية ممثلة بالرئاسة اليمنية أو رئاسة الحكومة اليمنية هم الصامت الأكبر في كل العمليات التي تحدث في الداخل يخرجون على خدل يصرحون لماذا تصمت بهذا الشكل؟ وكأنهم منظمة محايدة لماذا تصمت الحكومة بهذا الشكل؟ ألم تقوم الحكومة بعمل رسائل المتكررة لمجلس الأمن بتجاوزات الإمارات مثلا في سقطرة في ذات يوم وكذلك في مناطق أخرى أيضا تم إسكات تلك الحكومة بأن عزل رئيسها وعزل وزير الخارقية بعد تلك الرسائل كما طرح الإعلام يومها أن هذه الأسباب الحقيقية للعزل تم استبدالهم ودخلت السلطة بنوع من التسويات مع الأسف الشديد دعونا نكون واضحين نحن من يفقد هذا الوطن أنا أحد مواطني هذا البلد الذي يخشى أكثر ما يخشاه أن يفقد موطنه أو يتحول هذا الوطن إلى صراعا بينما ينحرروا وعلى الوضع الداخلي وبالتالي نقول أن الحكومة اليمنية مقصرة وأنا أدعو الحكومة أوثلة بالسلطة الشرعية اليمنية إلى تحمل مسؤولياتها بكل كفاءة واقتدار علينا أن نلقى إلى عملية واحدة لإسناد هذا القانب وهي أننا نحتاج أن تتحرك الحكومة اليمنية بشكل كامل لاستعادة دورها استعادة زمام المبادرة الإشراف حتى ولو أدى ذلك إلى استخدام العنف لفضل رضا سلطة الدولة الحكومة بيدها دواتا خشنة بيدها قيش بيدها قوة كبيرة عليها أولا العودة إلى الداخل اليمنى وبثم تقرير حسنه يشكر التحالف الذي أسند الحكومة طوال الفترة الماضية إسنادا كاملا لكن ربما أن الحكومة لا تمتلك أدوات لتلقي هذا الإسناد الحكومة هي من سمحت بهذه المقامع سواء في المحافظات القنوبية أو في المحافظات الشمالية أو في الساحل الغربي من أين أتى هؤلاء هؤلاء مقونات يمنية تم تشكيلهم بمعية زارة الدفاع والداخلية والرئاسة اليمنية وبالتالي تم التعامل معهم من قبل التحالف على أنهم أطرافا رسمية شرعية واستمر هذا التحالف هل احتقت الرئاسة اليمنية هل احتقت الحكومة اليمنية لدى مجلس الأم لكن لم تتابع هذه الاحتجاجات على الحكومة أن تقوم بمهامها وأن تدرك شيئا مهم بالنسبة للسلطة اليمنية أنها قد تحاكم إذا لم تقم بواقباتها لأنها تخلت عن مسؤوليتها في حماية مواطنها وما ينتق عن هذه الحماية هناك اتهامات أيضا وصلت إلى حد الاتهامات بوجود معتقلات سرية معسكرات تعذيب انتهاكة الحقوق الإنسان هذه قضايا مخيفة تهريب أسلحتهم بما فيها الحوثيين وأن أغلب أسلحتهم تمر عبر الساحل الجنوبي بابتداء على طول هذا الساحل وقد أشرت إلى هذه النقطة وقد أشرت إلى هذه النقطة نقطة الأسلحة سيد العزعزي وقد أشرت إلى هذه النقطة دعني أسأل فيها سيد القبيبان الذي تقرير الخبراء يتحدث على أن هناك شحنة من شحنات الأسلحة التي كانت متجهة إلى الحوثيين أو عفوا شحنات الوقود عفوا سيد القبيبان كانت تم تحميلها من إيران وكانت عبر أوراق مرت في دولة الإمارات العربية المتحدة ألا يمثل هذا الأمر حاجة فعلية إلى مراجعة ما قد يكون طعنا في مهمة التحالف من الخلف والله أنا أول مرة أسمع عن حاجة زي كذا يعني أن أسلح تهرب من الأمراء من إيران وتجي عن طريق الإمارات وتوصل لنا اليمن هذه معلومة جديدة وأنا ما أعتقد أن هذا الكلام وهذا رأي شخصي في أي نوع من الصحة لأنه لو هذا الكلام صحيح أنا أعتقد أنه بهذا الأمر هناك يجب أن تعاد قواعد الاشتباك وتعاد قواعد ترتيب البيت التحالف ولكن أنا لا أؤيد ما ذكرته لأن هذا بعيد بعيد كل البعد عن الصحة إن كانت تقول لي أنه وصل بعض الأسلحة للحوتيين عن طريقة ساحل الجنوبي أقول لك ممكن ممكن وصلت عن طريق تهريبها من دولة عمان طيب سيادة اللواء في التقرير تم الذكر تم الذكر أن هناك تمويل لمعدات فنية في صناعة تقارير بأن هذه الأسلحة تهرب من الأمارات إلى الداخل اليمني وتسلم إلى الحوتيين هذا كلام غير منطقي أنا لم أقول ذلك أنا لم أقول ذلك أنا تحدثت على نقطة متعلقة بالوقود تحدثت عن نقطة متعلقة بالوقود هناك نقطة أخرى أذكرها لك فيما يتعلق بإبداء يعني هناك قطع لمعدات عسكرية وجدت في اليمن تمويل هذه القطع بحسب تتبع فريق الخبراء مر عبر بنوك إماراتية البنك المحدد هو البنك الإمارات الإسلامي في الإمارات العربية المتحدة حتى مذكور أجزاء من رقم الحساب الذي استخدم في تمويل هذه المعدات التي وصلت للحوثيين أيضا أنا أرجع وأكد على هذه المعلومات لأن هذه معلومات استخباراتية ولكنها عارية من الصحة مما يرجو أمامي يعني مستحيل يكون ما حضرتك ذكرت بأن هذه الأمور تمر عبر البنوك الإماراتية وحتى لو كان وقود أو حتى لو كان مبالغ مالية لا يا سيدي الفاضل هذه محاولة لشيطنة التحالف أنتم ما تحاولون تذكرون هنا معلومات أنا أعتقد أنها عارية من الصحة ولكن هذا ليس كلام تقرير فريق الخبراء ويمكن لأي أحد أن يعود إلى المستند على موقع الأمم المتحدة وأن يقرأ مثلا لو كانت تقارير التي تصدر من اليمن تصدر من جهة واحدة ولا يجب أن ننظر لها مدام لم يوافق عليها من قبل الحكومة الرسمية وإلا لو ذهب مثل هذا التقرير وتأكد أنا أقول لك أن فخامة الرئيس سيكون لدور زي ما ذكر الضيف الكريم سيتحدث ولن يسكت لأن البلد يضيع فإذا كان مثل هذه الأمور تحدث وتعتقد أن الحكومة سوف تسكت فهو زي ما قال الضيف الكريم عطني خدك الثاني عشان أصفقه لأني أنا أسوي نفسي مثلا إنسان مثالي لا يا سيدي الفاضل هذه تقارير لم تمر على الحكومة لم تطرع عليها الحكومة كتبت من جانب طريق غير محايد أخذت المعلومات سيادة اللواء وهل لدى الحكومة القدرة يعني سيادة اللواء هل لدى الحكومة اليمنية القدرة الآن على أن تقول لا للتحالف في هذا الظرف لأي شيء يريد التحالف تمريره من سياسات أو من أوامر في الأرض وعمليات عسكرية وأمنية وما شابه هل قادر الحكومة الشرعية على فعل ذلك؟ وإيش اللي يمنع الحكومة الشرعية؟ الحكومة الشرعية هي من أتى بالتحالف يعني هي من طلب العون وأتى بالتحالف ولم تتحرك قوات التحالف إلا بإذن من فخامة الرئيس فلديها القوة والحكومة اليمنية متواصلة دائما وأبدا مع التحالف وهناك تقارير تصدر ولكن مثل هذا النوع التقارير أنا لا أعتقد حتى ولو غض الصرف من بعض أعضاء الحكومة أنا لا أعتقد أن الحكومة بأكملها سوف تسكت على مثل هذا النوع هذا من سابع المستحيلات أن يكون مثل هذا الشيء يأتي من دولة الأمارات هذه مجرد محاولة لشيطنة التحالف تقارير عبثية ليس لها من الصحة إنما هي تقارير تحاول تشوي صورة التحالف وهي تقدم من قبل الحوثيين ليش؟ لأنه يعني أنا أقول لك أن هناك فيه للأسف من بعض ما يدور في اليمن ولمسنا هذا الشيء أن هناك بعض الغض الطرف عن ما يقوم به الحوثي داخل المنطقة ولكن إلى أن تصل هناك دعم عن طريق دولة الأمارات للحوثي حتى لو كانت أكل أو لو كانت أي من المواد المساعدات هذا أمر غير صحيح ما رأيك سيد العزاز؟ لم يسركها مثل هذا الأمر ما رأيك سيد عبدالله هادي بما سمعته؟ أنا أذهب معه كثيرا فيما ذهب إليه لأن هذا القانب الآخر لا غير معقول أن تكون الإمارات دولة من الدول المحورية الأساسية في التحالف العربي وتمر تجارة أسلحة عبرها لكن بالنسبة لشركات النفط معروف أن هناك عدد كبير من الشركات والبنوك تتخذ من الإمارات مقرا لها وهذا حسابا بنكي البنوك والدولة المستضيفة لبنك لا يحق لها أيضا التقسس على حركة هذه الأموال من داخل هذه الدولة وهذا مسألة مرتبطة بعمل البنوك هناك صفقات مولتها إيران للحوثيين فيما يخص الوقود وبدأت تحالف العربية تكلم عنها في الفترة الأخيرة هذه الصفقات تمت مقابل بدلا من أن تدعم إيران بالمال دعما مباشرا دعمت الحوثيين بمشتقات نفط عبر شركات وهمية أنشأها الحوثيين تتخذ أسماء مختلفة وبلدانا غير اسم اليمن وغير أيضا أسماء لبعض البلدان يعني أصدع بلادي ألم تقوم الإمارات بتصرفات في سقطرة لم ترضى عنها الحكومة الشرعية من قبل ألم تقوم الإمارات بحسب وكالات الأنباء بحسب التقارير الدولية أم أيضا بتمويل ميليشيات خارج نطاق الحكومة الشرعية بشكل مباشر ألم تفعل ذلك أنا كأنني الآن لم أسمع الأخبار أنا أسمعها منك الآن هذا الكلام حدث فعلا وقدمت الحكومة اليمنية يومها رسالة رسمية مختومة بختمة الجمهورية اليمنية وهي تتخذ من الرياض مقرا لها وأرسلت هذه الرسائل إلى مجلس الأمن ودخلت لقنة وساطة سعودية وتم حل هذا الإشكال وبالتالي لو أن هذا الإشكال الثاني حدث والحكومة لم تتصرف ولم تتكلم فهي المتحمل للمسؤولية ليس لا نحن ولا أنت هذا الكلام يجب أن تتحرق به الحكومة وفقا لهذه التقارير التقارير الدولية التي قرأ إمتاجها من قبل مجلس الخبراء في بعضها كثيرا من الصحاح حول بعض الإجراءات وفي البعض الآخر منها نوعا أيضا من التدليس والكذب وأنا أقول هذا الكلام فيما يخص تعز يتم الكلام عن جماعة القاعدة وتمدداتها ونحن لا نعرف كغرافية للقاعدة ولا سيطرة ولا أيضا قيادة إذا كان هذا التقارير الدولي لم يحدد من قيادة هؤلاء وما هي مناطق تمركزهم هناك مسمياتا وأفرادا وهناك أطرافا تخوض صراعات وهذه الأطراف جميعا ضمن التحالف على الإخوة في الحكومة اليمنية مع الأسف الشديد والرئاسة اليمنية أن يحزموا أمرهم أولا وأن لا يظلهم مبردة الأطرش في الزفة كلها وتظل المسألة تهز المجتمع اليمنية في الداخل ما يتم تناوله في وسائل الإعلام وتصمت عنه الحكومة نعتبر أن الحكومة طرفا في تشظ ما تبقى من الهوية الوطنية اليمنية التي نحن من نقاتل عليها كمواطنين يقاتل المواطنون هنا في هذه المحافظة وغيرها من المحافظات يقدمون أبنائهم فلماذا الحكومة تصمت على على كل ما يرد في التقارير الدولية وضحت هذه النقطة وضحت هذه النقطة ومسألة مسؤوليتها مسؤولية الحكومة وضحت هذه النقطة دعني أنتقل إلى سيادة اللواء القبيبان بالتساؤل يعني الآن هناك تحركات دولية سيادة اللواء في أكثر من محفل لتجريم التحالف وقياداته الآن هناك جهود في الكونغرس الأمريكي لوقف الدعم الأمريكي للسعودية والإمارات في حربهما باليمن كما تقول الأنباء هناك مواقف دولية تتصاعد في وجه التحالف هل ألم يحن الوقت يعني إلى التفكير بمخرج أفضل لليمنيين للسعودية للإمارات للتحالف بشكل عام كويس إنك أفضل من الطريق هذه النقطة أنا كنت أمس على أحد القنوات وطرحت هذه النقطة وأعطيت رأيه أحبا أوضحها أولا ما يحاول الآن أو حاول بعض أعضاء الكونغرس في أمريكا بأنه لا أن يوقف دعم للأمارات والمملكة العربية السعودية فيما يخص عن حربهم لليمن الحرب أخذت أكثر من الوقت اللازم وكان رد التحالف واضح يوم أمس فيما يخص الرسالة التي أوصلها إلى السيد مارتن جريفت بمعنى أنه إذا لم تتخذ إجراءات بتمفيذ القرار المتفق عليه في السويد فسوف نذهب بعيدا لتحرير مدينة الحديدة وليكن ما يكن فهذه الإجراءات التي يقوم بها التحالف صحيح لم يكن هناك رد حكوميا رسميا على ما ذكر في الكونغرس ولكن أنا ما استشفيته يوم عام أن التصريح الذي صدر من التحالف بهذا الصدد كان واضحا وصريحا إلى المبعوث الأممي وألا يخشى التحالف أيضا من ابتزاز من هذا التقرير الذي صدر فريق الخبراء عفوا ألا يخشى التقرير فريق الخبراء مليء بالإدانات للتحالف ألا يخشى من ضغط دولي أو ما يعرف بالشعبي كما قلت قبل قليل ويعني كما قلت وصفت أن هناك قد يكون ابتزاز لا هذا النوع من التقرير ليست المرة الأولى سيد الفاضل التي تخرج من بعض المنظمات الحقوقية وحتى من مندبي الأمم المتحدة رأينا هناك مغالطات كبيرة بتقاريرهم ورأينا العديد من المغالطات وحتى لم يتم عرض هذا التقارير على أعضاء الحكومة وإنما الذهاب بعيدا إلى الحوث فأنا لا أنظر لهذه التقارير وأثبت كثيرا حتى في بعض الغلطات عندما يقوم التحالف ببعض الاستهدافات ويكون هناك أخطاء من التحالف لا أرى بأن هذه الجماعات تقوم بذكر ما قدمه التحالف إما من الاعتذار أو إما أنه علي أن نعود إلى سيد العزعزي علي أن نعود إلى سيد العزعزي بسؤال أخير بسؤال أخير لسيد عبدالهاتي العزعزي المعذرة منك سيدة لواء يعني تحويل البلد إلى ما وصلت إلى ساحة حرب بين أطراف عديدة ألا يمكن أن يورد دول الجوار ذاتها بشكل أكبر في المستقبل هذا بكل تأكيد خصوصاً الإخوة في المملكة العربية السعودية كونها البلد الذي نمتلك معه أطول شريط حدود بري فبالتالي ليس من مصلحة الإخوة في المملكة العربية السعودية عدم استقرار اليمن ومضخ البحر الأحمر القنوبي هذا أولاً العامل الآخر أن كلما طالت الحرب كلما قرى مزيداً من الابتزاز للخليج البريطانيين وبدرجة أساسية والألمان والهولنديين والفرنسيين ثم يأتي الأمريكان الجميع يمارس ابتزازاً إلى درجة أحياناً يكون مبتذلة المدخل إليه القانب الإنساني والدولي ومالك ابتزازاً تمارسه منظمات الأمم المتحدة وعلى سبيل المثال وليس الإطالة ما دفع إلى اليونسيف حوالي 800 مليون دولار من قبل البرنامج الأمم المتحدة والمدعوم خليجياً لكن ما صرف في المناطق المحررة لا أعتقد أنه يتقاوز 20% من هذا البرنامج والبقية وهناك الكثير من علامات الاستفهام على هذه المسألة ومسألة التمويل الذي يصل للمنظمات الإنسانية أشكرك جزيل الشكر سيد عبدالهادي العزعزي المحلل السياسي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز وكذا شكر موصول للواء القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا عبر الهاتف من الرياب شكر موصول لكم مشاهدين الكرام في أماننا ترجمة نانسي قنقر